اهلا بكم من جديد تارأس سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض وفد مملكة البحرين لاجتماع الدورة 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو وقال الزياني أنهم يسعون من خلال هذا الاجتماع لمناقشة التحديات والفرص الأساسية في القطاع السياحي ومشاركة التجارب وابتكار الحلول لتطوير هذا القطاع الحيوي وناقش الاجتماع العديد من الشؤون والمواضيع المتعلقة بالسياحة بما في ذلك تقرير الأمين العام وبرنامج العمل العام والتقرير المالي إضافة إلى مناقشة أعداد تقرير الجمعية العمومية والأعضاء المنتسبين ورؤية المنظمة لقطاع السياحة العالمي بحلول عام 2030 كما رسم خطط وأولويات القطاع خلال العامين المقبلين أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تقطية الإصدار رقم 218 من سكوك السلم الإسلامي الحكومي قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في التاسع عشر من يونيو 2019 إلى الثامن عشر من سبتمبر 2019 ويبلغ العائد المتوقع لهذه السكوك 3.18% موساويا للإصدار السابق بتاريخ 22 من مايو 2019 علما بأنه قد تمت تقطية الإصدار بنسبة 390% والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية موسيقى نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أغلق مؤشر البحرين العام بتراجع لنسبة صفر فاصل واحد من مئة بالمئة مقفلا عند مستوى 1449 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 10 ملايين و266 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 3 ملايين و140 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 121 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالي السعودية التي أغلقت عند مستوى 8975 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1% لتكون الرابحة الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4911 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 1.9% لتكون الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2614 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.1% قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أنه من المهم جدا للاقتصاد العالمي الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة للنفط وغيره من إمدادات الطاقة بعد الهجوم على ناقلات في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي وذكر الفالح أن جميع الدول يجب أن تتعاون في هذه المسألة لضمان استقرار الإمدادات وأضاف أنه يتوقع أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وغيرها من المنتجين بمن فيهم روسيا في الإسبوع الأول من يوليو لبحث تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط وقال الفالح أن نمو الطلب على النفط ماسك رغم النزاعات التجارية التي تسببت في اضطراب الأسواق المالية متوقعا أن يتجاوز الطلب العالمي 100 مليون برميل يوميا هذا العام أعلن الاتحاد العالمي لغرف التجارة رسميا تسليم دفت استضافة المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية إلى إمارة دبي في عام 2021 وكشف الاتحاد العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية عن وثيقة تحالف غرف التجارة لدعم المناخ التي تضمنت تعهد غرف التجارة بالعمل على تحديد المعدل العالمي لزيادة درجات الحرارة بـ 1.5 درجة مئوية ودعم هدف الوصول لصاف انبعاثات صفر عالميا بحلول العام 2050 والتعاون مع القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول فعالة للتغير المناخي وخفض البصمة الكربونية للنشاطات غرف التجارة على الفور النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل إيرادات هواوي تنخفض بمقدار 30 مليار دولار عن التوقعات خلال العامين المقبلين فرضت الهند رسوما جمركية جديدة على 28 سلعة أمريكية ردا على قيام واشنطن مؤخرا بفرض رسوم على الواردات الهندية من الصلب والألمنيوم ونقلت وكالة وشنخوى الصينية للأنباء أن الحكومة الهندية ذكرت في إخطار صادر عن إدارة الإيرادات بوزارة المالية أن الرسوم الجمركية تمت زيادتها على ما يصل إلى 28 منتجا أمريكيا مما يجعل هذه المواد أعلى تكلفة في السوق الهندية ويذكر أن قائمة المنتجات الأمريكية كانت تضم 29 مادة لكن تم استبعاد مادة واحدة قال وزير الميزانية الفرنسي جيرال ديرمانين أن فرنسا تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية للشركات بمليار يورو من أجل المساعدة على تمويل تعهد لخفض ضريبة الدخل الشخصي 5 مليارات يورو وقال ديرمانين أن الحكومة الفرنسية ستمول الأربعة مليارات يورو الباقية عبر خفض الإنفاق مشيرا إلى أن 95% من دافعي الضرائب سيشهدون خفضا في ضرائب الدخل التي يسددونها بدءا من يناير والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية شبه مؤسس هواوي شركته بطائرة تضررت بشدة وقال أن الإرادات ستكون أقل بمقدار 30 مليار دولار عن التوقعات خلال العامين المقبلين وقال رينتشينك في أن شركة الاتصالات الصينية العملاقة ستخفض قدرتها ووضعت الولايات المتحدة هواوي في القائمة السوداء مما يعني أن الشركات الأمريكية التي ترغب في بيع قطع غيار لهواوي ستحتاج إلى موافقة وزارة التجارة الأمريكية وأرجعت واشنطن ذلك إلى ما تصفه بمخاوف تتعلق بالأمن القومي